تتصاعد حدة الخلاف بين أنصار الظواهر وأنصار الجولاني في سوريا خاصة بعد رسالة زعيم تنظيم القاعدة إلى مواليه الذين وصفهم بإخوته في إشارة إلى الفيصل الذي يوالي سامي لعرادي دون الإشارة إلى هيئة تحرير الشام فقام الجولاني بحملة اعتقالات طالت حتى أبي جليبيب ما أدى إلى تصاعد وثيرة الخلاف ومحاولة الطرفين تصفيت بعضهم البعض نحن في أخبار الآن مشاهدين توجهنا إلى مفت القاعدة السابق أبو حفص الموريتاني بالسؤال عن مستقبل الخلاف بين الطرفين وإلى من ستكون الغلبة في نهاية المطاف فكانت ترجحاته تتوقع مزيد من الخلاف بسبب المرجعية التي ينتمون إليها لما تحميله من فكر تكثيريا يقصي بعضهم البعض نتابع هذه الجماعة التي ذكرتون مع بعض الأفراد الآخرين الذين معظمهم من الأردن ومن أصول فلسطينية مع بعض العناصر التي كانت في جند الأقصى هؤلاء يمثلون الآن نواة فرأ القاعدة في سوريا وهي تحذير الشام تشتكي من أن هؤلاء يحرضون على طرق الثغور ويثيرون الفتن ويحركون الخلافات بين أفرادها وعناصرها وأنها حذرتهم من ذلك واستمروا في ذلك وتقول إن هؤلاء دافعهم لدعوة إلى تأسيس فرأ لتظيم القاعدة ليس هو الدافع الحقيقي وإنما نتيجة لخلافاتهم مع الهيئة أعلنوا هذا مشاكسة لها ومناكفة لها فهي تقول إن هؤلاء يوم كانت الهيئة جبهة النصر وكانت فرعاً معلناً ومنتمياً فعلاً ومتماهياً مع القاعدة كانوا هؤلاء ضده فهي تقول إن هؤلاء لهم فكر يختلف عن فكرها ولهم وجهة نظرها وأنهم يسعون الآن لإثارة الخلافات والبلبل وأنها حذرتهم من ذلك فلم يستجيبوا ولذلك أعتقلت بعض عناصره طبعاً اعتقال هؤلاء العناصر أثار مشاكل اعتقال هؤلاء العناصر أخرج تصريح الدكتور الذي أشرتم إليه الدكتور أيضاً والذي كان فيه نقط واضح لجولاني ولهيئة تحرير الشام والاستقلالها وانفصالها وفيه ثناء على هؤلاء وفيه دعوة لهم على الثبات على بيعتهم للقاعدة وتمسك بها وهناك حسب ما يصل من أخبار عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك مساعد في الساحة لإصلاح ذات بينه ولكن يستبعد جداً بحكم المرجعية الفكرية لهؤلاء وبحكم نظرتهم للأشياء يستبعد فعلاً أنه يتراجعوا عماهم عليه والهيئة وجد نظرها أن هؤلاء لو تمكنوا أنهم سوف يشكلون كياناً لهم وأنهم سوف يقاتلون الهيئة كما قاتلها تنظيم الدولة من قبل لأنهم ينتمون لنفس المدرسة الفكرية وإن كانوا لا يصدرحون بتكفير الهيئة علناً فهم يمارسون نوع من التكفير بالبطن الذي يرجعون فيه إلى بعض مرجعياتهم التي هي على خلاف شديد مع الهيئة يعني الأمر يخشى أن يصل إلى أحد صدام مسلح بين الطرفين ولكن الأمر حتى الآن لا زال مستتباً للهيئة لأن هؤلاء ما زالوا قلة في عددهم ولا زالوا غير متمكن